الطريق أمام الصحفيين في اليمن يضيق يوماً بعد آخر فبعد 28 عاماً من إقرار الثالثة من مايو يوماً عالمياً للحريات الصحفية ما زال هذا الطريق طويلاً وشاقاً أمام الصحفيين في البلاد للوصول إلى نقطة بداية حرية الصحافة كثيرة هي العقبات والتحديات في طريقهم إذ يفقد الكثير من صحفي اليمن أرواحهم ثمناً لإيمانهم بالحرية والتعددية واستهدافهم لا ينحصر فقط على نقاط التماس في المعارك بل تتعداها للاستهداف المباشر والاعتقالات إلى منازلهم والاعتداءات الجسدية والتهديدات اليومية خلال العام المنصر فقط وبحسب المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين فقد تم رصد ما يزيد عن 4300 حالة انتهاك طالت الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام اليمنية جاء في مقدمتها الانتهاكات التي طالت الأفراد بعدد 31 تلاها الانتهاكات التي طالت المؤسسات والوسائل أما الجهات المسؤولة عن حالة الانتهاكات فتوزعت بحسب التقرير على سبع جهات رئيسية جاء في مقدمتها جماعة الحوثي بمسؤوليتها عما يزيد عن 4200 حالة انتهاك والحكومة الشرعية بمسؤوليتها عن 40 حالة مركز البعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بدوره وصف حرية التعبير في اليمن بأنها تمر بأسوأ مراحلها اليوم حيث يعيش الصحفي حالة رعب حقيقية وبشكل متزايد على حياتهم ومصدر رزقهم جراء تنام حالة القمع التي يتعرض لها الوسط الصحفي في اليمن وكل مساحات الرأي والتعبير يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة وما زال 11 صحفيا يقبعون في سجون ميليشيا الحوثي للعام الرابع على التوالي بتهمة ملفقة وكانت منظمة العفو الدولية علقت على هذا الاحتجاز عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة وصفة إياها بالمؤشر القاتم للحالة الأليمة التي تواجه حرية التعبير في اليمن